الخبر برضو المهم اللي يخص لعيبنا الدولي محمد صلاح في المؤتمر الصحفي قال انه بيحاول يقدم كل شيء مع منتخب مصر مضيفا قال كلام مهم جدا محمد صلاح مضيفا انا مش جاي ألعب كرة فردية ألعب كرة جماعية لم نكن موفقين ولكن اداء يتحسن من مباراة لاخرى اثق في زملائي في المباراة المجبلة ده منتخب مصر مش منتخب صلاح اضاف صلاح في المؤتمر الصحفي متفائل باللعبين ونتيجة المباراة غدا واتمنى الفوز ببطولة أمم أفريقا وتابع الكلام ده مهم جدا برضو جماعة لا اشاهد ما يقال عني يعني هم ركز في اللي هو بيعملوا متفهم الانتقادات وهذا أمر طبيعي في حالة الخسارة وفيه ناس بيدعموا المنتخب بشكرهم اتمنى ان الناس تساند المنتخب اللعيبة هتموت نفسها اللعيبة مش موفقة في النتيجة في الاخر ده اسمه مصر تابع محمد صراح وقال نقطة في منتهى الأممية قال ده منتخب مصر لعبين كبار بره البطولة وتكلم بشكل عام عن المنتخب والكرة المصرية يجب على اندية ان تترك اللعبين للاحتراف في سنة صغيرة عشان يبقى المنتخب اكثر قوة وقال نقطة برضو مهمة جدا مفيش فرق في الامكانيات بين اللعيبة هنا وهنا يقصد اللي بره واللجوه لكن الفرق في العقلية وفي ادارة المنظومة وهذا ما كان يعنيه محمد صلاح تصريحات مهمة جدا